نظمت وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ملتقم سجدات مبادرات وبرامج التدريب الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشرك بين وزارة العمل وتمكين إضافة إلى المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة يأتي هذا الملتقى ليساهم في تطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب البحريني ليكون الخيار الأول في سوق العمل مبادرات نوعية تعمل وزارة العمل بالتعاون مع تمكين على إطلاقها بشكل مستمر وتسعى من خلالها إلى العمل على توظيف وتدريب الخريجين في التخصصات التي تواجه صعوبة في إدماجها في مختلف القطاعات فهذا اللقاء هو عبارة عن ورشة عمل سنبين فيها ما هي التطورات والمستجدات التي حدثت في البرامج وكيف تم تطويرها لكي توفر مهارات أفضل يحتاجها سوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية وما هو الدور والمشكلات والصعوبات التي تود المعاهد إبدائها لتفعيل دورها وزيادة دورها في مجال تهيئة الشباب للإندماج في سوق العمل طبعاً نحن في تعاون مستمر مع وزارة العمل ونحن في إطار اليوم نسعيدين باللقاء مع المعاهد التدريبية وفي إطار التعاون مع وزارة العمل لدعم المواطن البحريني يكون الخيار الأفضل للتوظيف عندنا بعض البرامج اللي ننفذها لدعم المواطن البحريني حق البحثين عن عمل ومنها برنامج اللي هو تدريب والتوظيف وعندنا برنامج تدريب والنمو في العمل هذا الملتقى استعرض البرامج التدريبية والآليات الجديدة لتنفيذ مبادرات التدريب بالتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية وسبل الارتقاء بقطاع التدريب البرامج اللي اليوم انطرحت برامج تصبكله في مرحلة أو في مصلحة البحريني أولاً وجعله الخيار الأول للتوظيف نحن كمعاهد تدريب والله من اللي شفنا متشوقين وشفنا أنه في مبادرات جداً طيبة تصب في تدريب وصقل المهارات وطبعاً التواجه أو التجاوب على فجوات المهارات الموجودة في السوق نفسه نحاول نشوف بشكل مستمر أنه إذا فيه أي تطورات في احتياجات سوق العمل أو إذا كان فيه تخصصات مستحدثة أو احتياجات جديدة في سوق العمل أو أصحاب العمل حتى فنحاول ننوافق بين المتطلبات نفسها وبين المهارات المتوافرة وهذه الفجوة لنحاول دائماً نمليها التعاون مع المعاهد التدريبية لتطوير مخرجات العمل في مختلف القطاعات له دلالة كبيرة على أن البحرين تسير بخطاً ثابتة لتحقيق المزيد من التكامل في مختلف القطاعات وسد الفجوة بين احتياجات السوق وكفاءة القوى الوطنية العاملة هذا الملتقى بحث أخير المستجدات والتطورات المتعلقة بالبرامج التدريبية التي من شأنها أن تساهم في تنمية قدرات القوى الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين